في رده على ما ذكره الرئيس التونسي قيس سعيد أرسل رئيس الحكومة هشام لمشيش خطابا مكتوبا طلب فيه تزويده رسميا بأسماء الوزراء الذين تنسب لهم شبهات فساد وتضارب مصالح ودعا لمشيش الرئيس إلى الإسراء في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية تفاديا لتعطيل سير مؤسسات الدولة ودعا إلى اجتماع لممثل الأحزاب الداعمة لحكومته المعدلة للنظر في المأزق الذي تمر به الحكومة بعد التعديل وبحث الطرق الممكنة للخروج من هذه الأزمة وقالت مصادر مطلعة إن من بين الاقتراحات المطروحة في اجتماع لمشيش مع الأحزاب تعليق التعديل الوزري الأخير وتعيين وزراء بالإنهب وكان الرئيس التونسي قد قال خلال اجتماعه بعدد من نواب البرلمان إن التعديل الذي أجراه لمشيش على حكومته يضم وزراء تحوم حولهم شبهات وإن القانون الداخلي لمجلس الوزراء ليس دستورا وإنه يمكن تغييره بما يتناسب مع الوضع الحالي لتشكيل حكومة وطنية بعيدا عن الحسابات الحزبية التي تسيطر على البرلمان التونسي والتي ألقت بظلالها فعلا على الحكومة التونسية الحالية وكان عدد من النواب قد اقترحوا خلال لقائهم الرئيس أن يتم صحب أربعة من الوزراء الذين تحوم حولهم الشقوق أو استقالة لمشيشي وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة